وضمن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية نظمت الأمان العامة للمدارس المسيحية في الأردن اللقاء السنوي لمعلميها وطلبتها وقد تضمن اللقاء إقامة قداس احتفالي شارك بها عدد من الأباء الكهنة والراهبات وأعرب المشاركون في اللقاء عن تمنياتهم بأن يدوم السلام والمحبة في وطننا العزيز الأردن في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة طالبين من الرب دوام الأمن والازدهار في ربوع هذا البلد وعامة بلدان الشرق الأوسط وفي الختام تبادل الجميع التهاني بالأعياد المجيدة لقاءنا اليوم هو لقاء يتكرر كل سنة نجتمع فيه كهيئات إدارية في المدارس المسيحية التابعة للأمان العامة للمؤسسات التربوي المسيحية في الأردن لقاء عزيز على قلوبنا لأننا نلتقي كي نصلي مع بعضنا البعض تفلنا في القدس الإلهي وبعدين منتبادل التهاني ومنتناول طعام الغداء كمان مع بعضنا وهي فرصة لحتى نهني بعضنا في عيد الميلاد المجيد ونسلم على بعض يعني ونحن أمنيتنا هي الدوام النعمي والبركي على كل مدارسنا على طلابنا أهاليهم المعلمين كل اللي بيشاركونا رسالتنا التربوي والتعليمية في بلدنا الغالي الأردن طالبين من الرب دوام النعمي والسلام والازدهار وخاصة لجلال الملك عبدالله الثاني ابن حسين المعظم الله يديمه على رأس هذه البلاد مع دوام السلام أيضا في كل بلداننا في الشرق الأوسط